إذن في فقرة القانون ككل مرة أسماء كثيرة تحط الرحال في البرنامج فقط لخدمتكم أنتم مشاهدين الكرام ومن بين الأسماء الوافية للبرنامج من السنة الماضية من لما كنت أنا مشاهد للبرنامج أكيد الأستاذ المحامي يوسف بوذينة ليطلب عليكم في كل مرة ويرشدكم في كل عدد بمواضيع تهمكم تومى مشاهدين الكرام خلوني نرحب بالسيد يوسف بوذينة صباح الأنوار أستاذ شكرا لك وشكرا أيضا على وفائك لجمهور ومتتبعي برنامج الشروق أكيد موضوعة اليوم خيرناه من أروقة المحاكم الجزائرية وهو موضوع رائج خلينا نقوله في زيادة مستمرة خاصة مع زيادة انتقال الجزائريين إلى الخارج وزيادة حركة التنقلات بين الداخل والخارج وقانونيا أستاذ يعرف هذا الموضوع بالإمهار أو إمهار الأحكام القضائية الأجنبية بصيغة تنفذية الجزائرية بمعنى الطلاق يعني المصادقة على الأحكام القضائية الأجنبية بالجزائر هكذا نحكيه بطريقة قانونية باش ما نغلطش أستاذ بكل المصطلحات المصطلحات تلعب دور عندكم في القانون نعم بسم الله الرحمن الرحيم هي المصطلحات القانونية هي مصطلحات دقيقة جدا رياضية ندمنى قولهم بلي أنه الدقة في القانون ورياضية صح وأشكرك على الملاحظة اللولة اللي قدمت اللي قلت بلي هذه الموضوحة اللي رح تنولوها اليوم كان نتيجة يعني يعني عيش الجزائريين كثيراً ولا الوجوء من العيش في الخارج وبعدين يصلوا مشاكل وين يعودوا يرجو دائماً للأصل ولا الجزائر ولا إذن الصيغة التنفيذية باش نوضحوها للأ علش اخترنا الموضوح هذا لأن الموضوح هذا أولاً اسمح لي فقط قبل ما ننتقلوا إلى الموضوع أستاذ لكن تقول قبل الجزائريين يروحوا يعيشوا في الخارج ولكن لما تصل القضايا إلى المحاكم يرجعوا إلى القانون الجزائري صحيح هو لأنه لماذا لم يكن حتى حكم أجنبي يطبق في الجزائر إلا بعد موافقة القانون الجزائري لعدة أسباب رح نشوفها من بعد فقد بركنا عرف حبيث نقول لك لماذا الموضوح هذا يعني مهم جداً مهم ومنتشر أيضاً لا منتشر وكذا يجوا نحن للمكاتب بطريقة كثيرة أنهم جزائريين يعيشوا في الخارج يستذروا أحكام خاصة أنت قلت على الطلاق هي بالفعل واللي هو معروف بالإمهار نعم بالإمهار حكم أجنبي بداية أستاذ وإشن هو إمهار الأحكام القضائية الأجنبي سؤال جيد لازم نفهمه وإشه معنى الإمهار حكم أجنبي لأنه المواطن الجزائريين ما يقدرش يعرف ممكن وإشه معنى هذا المصطلح إمهار حكم ما نقولوش أجنبي حتى في الجزائر إمهار حكم بالصيغة التنفيذية وإشه معنى معنى أن الحكم هذا اللي صادر عن المحاكم الجزائري القضاء الجزائري قد وصل إلى المرحلة النهائية قبل التنفيذ ومش معنى ثاني؟ معنى أنه تجاوز طرق الطعن العادية طرق الطعن العادية معنى باللي ما نقدرش معنى أن نديره فيه حتى معارضة وما نقدرش نديره فيه حتى استئناف حكم نهائي حكم نهائي ممهور بصيغة التنفيذية معنى باللي وصلنا لدرجة وإن ما يقدرش نطعنه فيه هذا الحكم بأي طريقة كانت وبالتالي ننتقل إلى المرحلة اللي من بعده والتنفيذ هذا الحكم لأنه أي حكم ما ألتعه لازم يكون ما ألتعه هو النهائي بعدين باش نبدأ ونفذو فيه لكن هذا الحكم الأحكام الجزائرية سؤال مطروح هل لما جزائري أو يكون حكم أجنبي في دولة أجنبية أوروبية أو في أمريكا أو في الخليج أو في إفريقيا يتم لما يستصدر شخص حكم في دولة أجنبية هل مباشرة نجيبه له نعم حتى وإذا حاز الصيغة التنفيذية في تلك الدولة هل نجيبه مباشرة ونطبقه هنا في جزائر ولا لا قبل ما نجاوبوا على السؤال فقط نفتحوا المجال الاتصالات لكل المشاهدين اللي عندهم استفسارات ولي عندهم أسئلة في هذا الموضوع تحديدا نقول لكم بالرقم الهاتف 0-23-71-98-71 نراه فيه خدمتكم فقط حاولوا حاولوا حتى إذا كان مرضناش عليكم تقدروا تبقى وتحاولوا على وعسى تكونوا من المحظوظين اللي يطلعوا معنا ويحظوا باستشارات قانونية معاًا سيد يوسف اللي روح حاضر معنا يلا نجاوبوا على السؤال هل ينفذ طريقة مباشرة في الجزائر الحكم؟ لا هو لا يطبق بطريقة مباشرة أول حاجة فقط لازم ننفرق ما بين إمهار حكم هذا الأجنبي بالصيغة التنفيذية في الجزائر وتنفيذ الأحكام الأجنبية مثلاً فيما يخص المجرمين وتسليم المجرمين اللي يخضع إلى الاتفاقية الدولية أما الموضوع اللي رأنا نخذه فيه هنا هو إمهار حكم أجنبي في القضايا في قانون خاص مثلاً قضاية الأسراء قضاية المدني قضاية التجارية قضاية التجارية التي صدرها فيها حكم نهائي في دولة أجنبية ونحوصه أن نطبقه في الجزائر ولكن نحن نركز هذا المرة على الطالق الطالق نعم وهذا هو اللي يأخذ حيز كبير من موضوع هذا مثلاً لو كان شخص تطلق مثلاً كينوين جزائريين يديروا الطالق في كندا مثلاً في جزائر في بريطانيا في أي دولة يقوم بالطالق سواء مع زوجته جزائرية أو أجنبية ولا في اثنين جزائريين يقوموا يتخذوا يبادروا بالطالق في دولة أجنبية ومن بعدين يوقعوا في حالة إدارية هنا في الجزائر أن هذا الطالق لا يسجل في سجلات الحالة المدنية في جزائر هذه أغلب المشاكل التي تصرع نعم هذه أغلب المشاكل التي تصرع هل من بعدين دركها مثلاً خاصة إذا كان زوج طلق الزوجة تاعة الأجنبية وكذا ومن بعدين صدر حكم ثمها ومن بعدين ثم تسجل لا كاش مشكل لكن هنا في الجزائر يبقى في الحالة المدنية وش معنى؟ يعني يفترض أنه يزيد في الجزائر ومن بعدين في الحالة المدنية تاعة لما يخرج لكسيد نيسانس تاعة المنسيون هذيك بالليرة دائماً مزل مزوج وبعدين كفش نحيوها هنا ضابط الحالة المدنية في البلدية يقول لك لازم نجيب لي حكم حكم جزائري هنا يباش نجيب حكم جزائري ليس لازم نعاود نديره الطلاق اللي هنا في الجزائر وحفوا ونعاود نديره الطلاق وليدي مارش من داره جديد لا لا هو فقط الحكم هذاك الأجنبي نعاود نطبقه هنا في الجزائر هنا يطور هذا الموضوع الثاني كيف أننا نطبقه حكم أجنبي في الجزائر لأنه فيه تفاصيل نعم نعم ولهذا المشاريع الجزائري يعني انطلاقاً من سيادة الجزائرية انطلاقاً من المحافظة على الأهداب والعامة والنظام العام الجزائري يعني خصص مواد قانونية ولا شروط من أجل تنفيذ أي حكم أجنبي على التراب الجزائري أو في الإدارة الجزائرية نعم من بين هذه الشروط أول حاجة لازم الحكم الأجنبي هذا لازم يخضع إلى رقابة القادي الجزائري واش معني يخضع إلى رقابة الجزائري القادي الجزائري أنه يتفحص هذاك الحكم ويطابقها وفق الشروط المطلوبة في الجزائر واشنه هذه الشروط أول حاجة لازم القادي الجزائري يتأكد من أن هذا الحكم المراد تطبيقه أو تنفيذه في الجزائر أو المصادقة عليه أو منحي صيغة تنفيذية هو حكم نهائي في البلد المنشئ ضروري يكون حكم نهائي لازم يكون حكم نهائي وش معنى حكم نهائي يعني غير قابل للطعن بالطرق يعني في بلاده وين نصدر يعني سوف ينفذ يعني قابل للتنفيذ في بلاده ولهذا على القاضي الجزائري والمحكمة الجزائرية هنا البحث في أي دولة مثلا جاه الحكم ومن بعدين باش يتأكد بلاده نهائي يجب عليه أن يبحث في قانون تلك الدولة ما هي الإجراءات ولا هل فعلا هذا الحكم الموضوع أمامه هو في صورة حكم نهائي لازم مثلا لأنه الحكم نهائي احنا في جزائر عندنا طريقة معينة في كندا عندهم طريقة معينة في فرنسا عندهم طريقة معينة وبالتالي يجب أن يجب أن يتأكد من أن هذا الحكم هو نهائي في ذلك البلد أعطيك مثال مثلا في كندا يجونا بزاف من قضائم من كندا يقول لك الحكم باش يكون نهائي لازم نجيب لهم الحكم الحكم الصادر عن طلاق وشهادة عدم الاستئناف وتسجيل هذا الطلاق هنا في كندا بهذه الطريقة هو حكم نهائي بالنسبة لكندا لما يتأكد القاضي بأن هذه هي الشروط وتوفيرة وتوفيرة في كندا وأصبح فعلا هو حكم نهائي هنايا راح توفر الشرط الجزائري هنا للول الحاجة الثانية لازم يكون حكم هذا غير لا يخالف النظام العام والأداب العامي في الجزائر أستاذ قلت نقطة مهمة في هذه الأثناء اللي هي كان بعض الأشياء أو بعض القوانين لما تتماشيش مع القانون الجزائر مثلا في قضية قسم الميراث أو لا بين التاريكة أو الممتلكات خلينا نقوله في ما نقولهش الميراث لأنه ميراث يروح للمتوفر نروح على تنازل الممتلكات أستاذ في الدول الأجنبية يقول لك باللي يتقاسموا يتقاسموا الممتلكات هنا في الجزائر كيف يطبق؟ حتى الميراث سواء في الميراث أو لأنه في مثلا دائما نرجع إلى كندا لأنه خير المثال في كندا يعني قضايا جاء بزاف من كندا ربما كندا وفرنسا والله غير يعني دول كامل يعني في أوروبية الخليجية حتى جاءوا نقاضي من الجابون إذن مثال على التوافق الحكم الأجنبي مع النظام الجزائري مثلا تذكرت الميراث صحيح وكذلك ذكرت مسألة تقاسم الأموال الممتلكات مثلا في كندا كما يقولون هما عندهم عندهم لبارتاج دبيا عندهم حاجة يقولون المنصفة ما بين الأملاك في هذا الحال كيف يقول في الجزائر؟ نعم لما يأتي جزائر هنا القاضي الجزائري يشوف بليكين طلاق راح يصادق على الطلاق أما ما عاد هذا الطلاق فيما يخص هذا البارتاج دبيا يرفضه لأنه يعطي ولي يعطي القاضي الجزائري المصادقة على الطلاق يعني يصبح نافذ في الجزائر أما ما عاد أي شرط أو أي حكم يعني قصد في الحكم الأجنبي يعارض القانون القانون أو النظام العام الجزائري يرفضه مثلا بارتاج نحن لا يوجد بارتاج مثلا في فرنسا ولا في دول أجنبية ولا في بريطانيا عندهم حاجة علاقة ما بين الطرفين مش شرط تكون زواج مثلا سيباراسي ومبرك أنا سيباراسي وهذه ما نقدر شا نديرها اللي هنا في جزائر كان مثلا الوصية في مثلا في دولة أجنبية كان مثلا أنه الشخص يقدر يوصي بجميع ماله لشخص أجنبي ولا من أولاده إحنا لما يجيب حكم مثلا نهائي في هذه الدولة ولكن يجي تبقى هنا في جزائر على أساس أنه الوصية عنده أملاك هنا ثاني في جزائر باش يمدى لهذا الشخص أو الشخص المستفيد من الحكم هذاك الأجنبي يقول لك أنا عندي الوصية بجميع أموال لهالك أو المتوفى أنا نديرها حقه في جزائر هو الجزائري يقول لك لا يلازم في الجزائر القاضي يقف أمام أنه يجب أن تكون الوصية في حدود الثلاث إذا شافها بلي في خارج حدود الثلاث يرفضها ويقرها فقط في الثلاث أستاذ في هذا الحال ما يكيف الشي الحكم على أساس أنه هبة لا لا الهبة هيب شيء آخر الشيء الهبة لازم تكون المهوب له يستفيد من الشيء المهوب العقارة يستفيده ويستغله ويبيعه ويتصرف فيه لكن الوصية لا تكون نافدة إلا بعد وفات الهالك المتوفى بعدين باش الموصل له يقوم بالتصرف في هذه إذن هذا الشرط الثاني الشرط الثالث هي عدم وجود القاضي يجب أن يوراي عدم وجود حكم صادر في الجزائر في نفس الموضوع وبالتالي إذا كان حكم في الجزائر صادر في نفس الخصوص في نفس الموضوع الأولوية في تطبيق الحكم الجزائري ويرفض إمهار منح إمهار الحكم الأجنبي بسيغة تنفيذية الجزائرية إذن هذه بعض الشروط اللي لازم يكون لازم نعرفها قبل من إذن إمهار الحكم الأجنبي كما قلنا بللي لازم يكون مراقبة دقيقة للقاضي لمدى توفر الشروط لمن بينها عدم صدر الحكم الجزائري غير مخالف عدم مخالفته للنظام العام والأداب العامة وكذلك أن يكون حكم نهائي في الدولة مصديرة للحكم هذاك طيب أستاذ وشنهي خطوات الإمهار كل الخطوات المتتالية لكي نصل إلى الإمهار بعد ما كملنا الشروط طبعا نعم لما يتوفر فيها الشروط مثلا لما يتصل بيننا احنا شخص يقول لك أنا حبي تنسجلو أول حاجة ما نطلبه منه أول حاجة لازم يجيبنا يجيبنا الأصول الأحكام الأصلية وشاهدة عدم الاستيناف الأصلية وشاهدة تسجيل الأصلية يعني بعد الوحيد واخرين يتحفظ يقول لك كيف أصلي يروح لي لا لازم باش يعطينا القاضي الصيغة تنفيذية في جزائر لازم يطالع على الحكم الأصلي ومبعدين عاود يسترجع على كل حال هذه أول حاجة لازم لأحكام الأصلية ومبعدين نقدمهم في المحكمة مقر المجلس مثلا نحن في جزائر العاصمة محكمة مقر المجلس هي محكمة سيد محمد إذن يعني معناها لو كان نرفع دعوة يسمها منح دعوة منح صيغة تنفيذية للحكم أجنبي لو كان نرفعها في محكمة بير موراد رايس وليس دار بيضاء سوف يتم رفضها المحكمة المختصة هي محكمة سيد محمد هنا في جزائر لما نكون الملف اللي هو الأصول ومبعدين زائد عقد زواج تاحهم اللي أنا وقبل ما يسجلوه في العقد زواج وشهادة الميلاد نقدمه تعارضة إلى محكمة سيد محمد اللي هي زائد الملف اللي رأنا نقولوا عليه ويديرونا جلسة لأنه تبرمج فيها جلسة جلسات وتبلغ الزوج يبلغ الزوجة يعني الطاليق هذا يعني الرجل يبلغ طاليقته بهذه الدعوة لأنه علش نبلغها علش نبلغها لربما تكون الزوجة هي تقول لك بللي احنا يدي جانا طلقنا في جزائر ممكن تقدم له تقدم حكم واحد وخر وبيتالي قبل مباشرة القضية من الأساس نعم لا لكن هنا في جزائر لما نمنحو هذه لازم لها مولاحظة مهمة لما القاضي بيصدد منح صيغة انفيذية جزائرية لحكم أجنبي رامهوش رح يزيد يعود يطلق الموضوع من دروس جديد يعني مهوش رح يقول عطلق ورح يقول مهوش رح يتكلم عطلق نهائيا فقط رح يسادق أو يراقب مدى توفر الشروط ومدى احترام هذا الحكم الأجنبي القوانين الجزائرية مهوش رح فقط يتكلم عطلق أو الميرات أو الحضانة أو أي شيء بمجرد أنه يتبلغ الشخص ثاني القادمة مشح طول في شهر ونص شهرين عادة في شهر الحسب الكمل في المحاكم شهر أو شهرين يصدر حكم وبالتالي من ثم يقول شيء يدير لما يصدر حكم هذه مهمة ثاني مواطني لازم يعرف ها لما يصدر حكم ومش بعدين شيء يدير بعدما يبلغوه يروح يجيب المواطن هذا المهتم من فرضه باللي راه راجل هو اللي رفع الدعوة يكون جديد لأنه ما زال ما تسجلش الزواج هذا الطلاق ما زال ما تسجلش يجيب عقد الزواج زاد الحكم هذا يروح للمحكمة سيدية محمد يعطوله إخبار بالطلاق سؤال يعني مهم يعني على كل حال هو يقول لك باللي أنا وش حبي فهمت من سؤال أنه تم الطلاق هذا شخص متزوج في فرنسا وتم الطلاق بزوجته بالطلاقة في فرنسا لكن بعد مدة ممكن كما يقول حكم الزهايمر وش معناه حكم الزهايمر ولا غير مدرك عقليا يعني ولا غير أهل وش معناه غير مدرك عقليا معناه باللي الشخص هذا هو حكم الزهايمر هو يخيف الأصل اللي يتطلقه هو اللي يجي إلى المحكمة اللي هنا في جزائر ويطلب السيغة تنفيذية لكن هو ما عندهش أهلية لو كان يروح للمحكمة هو فقد الأهلية يعني عقله غير مدرك وبالتالي في هذه الحال قبل ما يمشيوا إلى إمهار حكم أجنبي هذا لازم يديروا حكم بالحجر حكم بالحجر على هذا الأب التاحهم ويعينوا عليها قيم مثلا بابا ابنه ولا الزوجة تاعه هي اللي تتولي تصرف باسمه لما تولي تصرف باسمه مثلا يديروا أوليده هذا يولي هو القيم عليه عن طريق حكم قضائي والحجر اللي نتكلمنا عليه لازم يكون في المحكمة أو المحكمة تعين عنده شروط تعين خابير يعني عقلي وبعد الخبرة ترجع للمحكمة لما القاضي يتأكد بالي راسيد يعني غير مدرك ويجب أن يستعينه بشخص آخر في تسير أموره الإدارية يصدر حكم بالحجر ويعين قيم هذا القيم هو اللي يتصرف باسم هذا المحجور عليه في جميع التصرفات والإدارية والمالية وكذا إذن بعد هذا في الحالة تاحهم لازم قبل ما يروحوا يديروا يسجلوه الحكم تاع الطالقة هنا في جزائر لازم يروح يديروا عليه الحجر الحجر ثاني هو ما يطولش هنا يرفعوا في أي محكمة يستصدروا حكم بالحجر ومن بعدين القيم اللي يتصرف باسم بابا يرفع هو اللي يرفع دعوة في المحكمة المختصة محكمة مقر المجلس من أجل استصدار الحكم الأجنبي هذا جميل طيب نستقبلوا اتصال آخر ونقولوا آدو الصباح الخير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شكونا مني شوفنا السيدة عندي الزوج إلى باندونة فاميه باندونة 30 عام طلق لي ونك اتخذها طلقتها السوف ودروقا هو قبل ما يطلقني تزوج بوحدة غورية ونجدك وخلى لي بنت ضروقا عندها 30 عام ضيبا ودخذت تلقى هذه القضية في الجزائر بصرح قالوا لي ضروق مع النش وكان هنا مواليه ودعونا ما على بني شندير بصرح قالوا لي بني تصلي بمواليه بصرح مواليه من مش عندهم يقولنا ما على بني شوره وره والنفقة معطى هاليش باندونة 30 عام 30 عام طيب عملية طلق تمت في فرنسا لا طلقتها هنا في الجزائر اه ونجدك حاجة وحد اخرى من طلقت تم طلقت طلقتها السوف تم طلقني غيب البرية غيب أخوتها هنا يخوه أمه ومن يطعوني النافقة وطعوني بص حضروق البنت ضروق معطاهش النافقة ره عندك 30 عام تلذروق هل عندك حكم طلاق عندك حكم الطلاق عندي حكم الطلاق عندك نعم عندك أسئلة أستاذ هذا ما كنت نعم إذن هذا الموضوع طيب أبقى معنا في الاستماع رح تسمعي كل الاستشارة ما هو سؤال ديالك أسكن الشرعة هنا ولا الشرعة في فرنسا وستكن فرنسا هو هل زوج كان ساكن فرنسا ولا الحد الآن وساكن فرنسا ولا في الجزائر ولا حتى الآن ساكن فرنسا ما زاله في فرنسا خالق ما بيانه تخبر سمح لي أستاذ عندي هو عندك استبنات في فرنسا هو هي لا يتكلم في فرنسا لا يتكلم في الجزائر هذا مكان لا يتكلم في الجزائر طيب أبقى في الاستماع رح تسمعي إلى كل الاستشارات حياته نعم فهمت سؤال تحية حياته في فرنسا إحنا يا ودير مرأة ثانية هذيك ما وش إحنا ما نقدرش ندخله في حياته ثانية إحنا ما يهمنا في الجزء قانونيا نعم في القانون يعني مهمنا يعني في الجزء تم تعلق تاحا بأنه قالت باللي تم تطلاق تاحا بحكم يعني في الجزائر وحكم لها بتعويض عن طلاق تاحا السوفي ونفقها تعال أولاد أكيد ما دام رأي تقول لك نفقها من 91 من 91 30 سنة ما ديرش إذن هذه القضية تتعلق بتوابع الطلاق هي 30 سنة ما حوزش ليه موش تحادي يعني كان من المفروض حتى الآن تقدر تطالب بهم على كل حال تقدر جيبه قانونية نعم نعم هو دائما لما الحكم يصدر عن طريق إلزام الأب والمطلق بتعويض عن طلاق تاحا السوفي وعنده لازم يمد منحة نفقة غذائية شهرية الأولاد انتاعوا حنا لما يصدر حكم حنا الحكم هذا كنبلغوا نجيبوا له صيغة تنفيذية تاحا الجزائر كما كنا نعذروا باش نفضوه لما نفضوه نعطيه نتحصلوا على صيغة تنفيذية يعني حكم نهائي من الجزائر نبلغوا هلو نعطيه في يدو 15 يوم قانون يعطيه لها لكل حال يعطيه في يدو 15 يوم باش يخلص هذه النفقات تعويض على الطلاق تعسو فيه ويبدأ يخلص نفقات على أولاده بعد 15 يوم إذا خلص نفق تعسو فيه صحة إذا ما خلصش تقدر تروح لويسي جيستي سيدي له محضر عدم امتثال ويعطيه لهم بعدين هذيك فيها يجرأ واحدة أخر أستاذ القضية تقام هنا في الجزائر ولا أنا في الجزائر في الجزائر حتى ولو الزوج قد تكره في فرنسا ولو في فرنسا هذه قاعدة ومبدأ يعني في الجزائر ولا في تقريبا في جميع دول العالم أي شخص أي قضية أي قضية فيها شخص جزائري يعني فيها شخص جزائري طرف واحد جزائري يجب على القضاء الجزائري أن يتمسك باختصاصه هي خايفة من فقد كل حقوق فقد كل حقوق لها والبنتها من 91 يعني هي ذوكا مدى 91 هي فقدة يعني براتيك موظرك 30 سنة من فقشها لها ولكن تقدر تسترجع الحقوق تقدر تسترجع وشري هي ترفع دعوة ترفع دعوة هو عدم الدعوة في الجزائي مدام عندها حكم مدني يعني باش حكم لها بالنفقة قد تك عندي حكم عندها حكم ذوكا لازم لها النفقة القضية في الجنح وهي يسمى جريمة عدم تزديد النفقة تروح القاضي للجنح وتقول له أنا هاو عندي حكم نهائي يلزموا باشي انفق على أولاده بالصح منفقش مدى 30 سنة وتروح المحضر قضائي يدل لها محضر حساب محضر حساب وش حال رح يتسالوا سوى سوى وتقدموا في القاضي والقاضي لما يشوف باللي منفقش رح يدير ويكون إيدانة لي فيها تصل للحبس ضد الزوج هذا لذلك نكمل مع الأسئلة أستاذ كيفش يتم عملية ربما تسجيل هذا الإمهار في المحاكم الجزائرية نعم تبقى لأن نوصل للمرحلة الثالثة للموضوع هذا التعنى له بعدين لما المحكمة الجزائرية تقف على أن هذا الحكم سليم ويتوافق مع القانون الجزائري ويمكن منحه للصيغة تنفيذية لكي ينفذها في جزائر يصدر حكم نعم في مرحلة يصدر حكم هنا في المحكمة المختصة يصدر حكم بمنح هذا الحكم الأجنبي الصيغة تنفيذية الجزائرية إذا شاف تمنحه صيغة تنفيذية المطلقة تعطيله صيغة تنفيذية المطلقة إذا شاف تمنحه فقط في خصوص طلاق ورفض ما ذلك ما زاد عن ذلك هي هي التي تقف وتعرف يعني مدى المتابقة إذن بعدين لما يصدر الحكم هذا بمنح الحكم الأجنبي صيغة تنفيذية ولو نحن نأخذ دائما المثال تعالى الطلاق كيف يتم بعدين التسجيل هذا الطلاق لأنه الهدف من رفع الدعوة هذه هو التسجيل للطلاق الحاصل في الدولة الأجنبية في الحالة المدنية الجزائرية لازم يتروح مثلا يتسجل في البلدية الجزائر الحالة المدنية لما يصدر هذا الحكم وش المطلوب منه دائما يقولون يجيبنا عقد زواج لأنه هنا في الجزائر لم يتم تسجيله يعني دائما كان عقد زواج لأنه علاش باش في المحكمة يتأكدوا باللي لم يتم تسجيل هذا الطلاق بعد يقولون له جيبنا عقد زواج يعني خلال في 8 أو 5 يام جديد يعني محين زائد الحكم هذا اللي اصدر هنا في المحكمة الجزائرية ويروح للقيش الشباك المختص في تسليم الإخبارات بالطلاق ويروح يمدلهم هذه الوثيقاتين فقط يعطي له أنفلوب يعني مكاشي يعني مغلوق ويديه إلى المحكمة البلدية المختصة وين عقدين ويديه البلدية وين زايد هو لازم وين عقدين وين عقدين باش يديرو يأشرف على عقد زواج باللي راه تم الطلاق مثلا لأنا واحد مثلا زايد مثلا في بلد حسين داي وعقد في استوالي في استوالي لازم يروح عقد في استوالي عقد زواج باش يسجلو ويأشرف في عقد زواج باللي راه تم الطلاق وفي البلدية اللي زايد فيها هو لأنه في البلدية كيخرج الكسيد نيسون ستاعه يتخرج له الهامش من تحتها باللي راه متزوج بفلانة إذن باش ينحيها لازم يجيب المراسل الثاني من البلدية وين زايد لضابط الحالة المدنية المختص باش ينحيلو ومبعدين تنتهي المراحلة هذه هنا تكون مسجلة طريقة عادية هكذا راه يتسجل في كيني للناس اللي عقدين في دولة أجنبية هذه مهمة جدا مثلا دير عقد في فرنسا ودير مثلا جميل أستاذ كنت رح نتصقصيك على الاختلاف بين العقد لما يكون بالجزائر والعقد لما يكون بدولة أجنبية أثناء الطلاق مرانيش نهدر على الحفوض لا في الطلاق فهمتك فهمتك اللي أنه احنا دائما نرجع النقطة اللي قلتك لها اللي هي أن القادي الجزائري بمجرد أنه يجد أن أحد الطرفين سواء المرأة أو الرجل هو طرف من جيسيات جزائرية بغض النظر ولي يشوف أين تم عقد زواج في تونس في فرنسا في كندا لما الراجل نفرضه نعطيه ديما مثال لما الزوج نفرضه باللي جزائري المرأة تعمل مثلا زوجته تونسية وتزوجه ديروا عقد زواج في فرنسا من حق الجزائري المواطن الجزائري أنه يرفع الدعوة على الطلاق هو أنه في الجزائر عنده الحق وليستطيع أن يتخلى القادي الجزائري على النظر في هذه الموضوع لأنه يعتبر إنكار العدلة وتخلي على الجزائر المواطنية هي دائما دائما في الطلاق لا يعني ما يشوفش القادي بتاتا العقد أين تم ما يشوفش حتى إذا ما مهناه في الجزائر في الحالات العادية أين ترفع الدعوة يعني المحكمة المختصة أوه يقول لك مقرة الزوجية حتى وإذا مقرة يعني مقرة 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 معناه إنه مقرة زوجية في حسين داي المحكمة المختصة في الطلاق هي حسين داي لكن سؤال مطروح إنه كان مقرة الزوجية في كناда مثلا وإذا مقرة مقرة المختصة هنا ما كانش محكم المقار الزوجيه موش هنا ما نقدرش يقوله باللي يروح الكندا تطلق لا لا دائما مع مراعاة انه كان مواطن جزائري حتى واذا كان المقار الزوجيه موش هنا القاضي الجزائري يجب ان ينظره في دعوة طالق تاعه استاذ في هذه الحالة لما يطلق في الجزائر هل القانون يطبق في كندا او في دولة الاجتماعية يطبق نفس العملية بنفس الطريقة القاضاء الجزائري لما يزور عليه حكم بالطلاق ويكون نهائي ياخذ الحكم هذاك ويروح للدولة التاعه ويتاخذ الاجراءات المنصوصة عليه نعم ويسجلوه في المصالح التمال القنصلية فقط برك فقط باش نقول لك الاشخاص اللي عاقدين في دولة اجنابية مثلا جزائري عاقد في فرنسا لما يجيب اخبار بالطلاق هذا هنا هوا كيفش يديروا له هنا هوا موش عاقد الله هنا ما يقدرش يبعتوا البلدية هنا يوجهوا مباشرة الوزارة الخارجية لأن الأمور هذه تسجل عن طريق ديبلوماسي تروح وزارة الخارجية ووزارة الخارجية هي اللي تبعث القنصلية في ذاك البلد وتعمل القنصلية مثلا في فرنسا ولا في ليل ولو كان باش يسجلوها ذاك العقد أكيد الأستاذ موضوع الشائك وما رحش ينتهي ومعقد أكيد الأسئلة ولكن نتمنى كل الناس نتمنى لكم السلام والهنار في حياتكم شكرا لك يا أستاذ يوسف طلاق رأيت تأقض حيز كبير جدا ومتسارع كنا نشوفوه نحن قبل طلاق لعده 6 شهر وعام ذو كولينا نشوفوه حتى لعدهم 10 أو 15 سنة طلاق يعني والله نتأسفو الأسفو